السلام عليكم نكمل اليوم سلسلة أكثر مسلسلات المتحمس لها وفي هذا الفيديو بتكلم عن أكثر مسلسلات المتحمس لها في الثلثة الثالث من عام 2024 معكم بدر الناصر في اختيار لهذه السلسلة اعتمدت على شرطين أن المسلسلات تكون جديدة ولا هي بمواسم نازلة جديدة والثاني أنها تعجبني يعني اختلال الشخصي إذا ما عجبتكم القائمة اكتبوا لي بتعليقات عن مسلسلات عجبتكم أنتم والحين طالع لكم فوق رابط في فيديو السابق من سلسلة وقبل ما أبدأ أحب أعتذر لكم عن اختياري مسلسل The Acolite طلعا مقلب كل المشاكل اللي منخليها ديزني تخسر موجودة في هذا المسلسل عشان كذا أعتذر لكم شدة كمشاهدين وكعشاق لعالم ستار وورز من صحوف وجه والحين خلونا نبدأ المسلسلات المهمة اللي تنزل لها أجزاء جديدة في هذا الشهر هي Cobra Kai الموسم السادس والأخير في 18 يوليو Snow Burser الموسم الرابع وأعتقد أنه الأخير في 21 يوليو Emperor's of Ocean Park مسلسل درامي من 10 حلقات يعرض في 14 يوليو على شبكة MGM Plus من بطولة فورس ويتيكر جرانثام كولمان وتيفيني ماك الدور قصة عن شخصية تالكوت غارلند اللي تغيرت حياته بعد وفاة أبوه القاضي أوليفر غارلند وبعد فترة تشكك الصحفي السابقة ماريا دونتون وهي من أنصار نظريات المؤامرة في طريقة وفاة القاضي وتعتقد أنه كان ضحية مؤامرة على المستوى كبير وتعلق بناس واصلين اللي شدني في المسلسل وجود المثل فورس ويتيكر صراحة تمثيله دائما ممتاز ومن العرض الدعائي شكل الموعدين بجرعة دراما وتمثيل ممتاز يعني شي حلو يستعد ذوس اباوت تداي مسلسل دراما تاريخية من 10 حلقات يعرض في 18 يولو على شبكة بيكوك من بطولة أنثيني هوبكنز أيوان ريون وسارا مارتينيز الدور قصة حول استكشاف العالم الفاسد للمسابقة المصارعين أو غلادياترز اللي يتحكم فيها الالبراطور عشان تسلية الجماهير ويوفر لهم اللي يبغون من هذه المسابقات أكثر مغيرة وهو الدم والرياضة أكثر شي شدني هو المثل يعني ممثل يعني مسلسل في هوبكنز لازم نشاف حتى لو تعرفوش القصة فما بالك والقصة تدور حول الارمانيين يا سلام وكمان وجود المجرم أيوان ريون اللي كان في game of roms ومثل شخصية من أرواح الشخصيات صراحة نضيف عليها مستوى الانتاج الممتاز بصراحة يعني مسلسل لازم نشاف lady in the lake مسلسل دراما من سبع حلقات يعرض في 19 يوليو على شبكة apple tv plus من بطولة ناتيلي بورتمان ديفيد كيرنهويد وميكي مادسون القصة تدور في ميديد بالتمور في عام 1966 لما تقرر ربط منزل إنها تصير صحفية وتحقق في قضايا والاشياء هذي وتحاول تعرف سر وفاة بنت من الفارق الامريكيين بس تطور وضع وكل ما تعمق في القضية تطلع لها المزيد من الحقائق اللي تزيد الخطر عليها وعلى الناس حولها مسلسل نوعا ما حييني بصراحة يعني أنا أتوقع أنه بيكون في جرعة كبيرة جرعة كويسة جدا من تمثيل وممتاز والقصة شدتني بس المشكلة نوعا ما التصوير نوعية الخراج في العرض شوية موترتني بس إن شاء الله يطلع كويسة مسلسلات المهمة اللي بتنزل لها جزاعة جديدة في شهر أغسطس هي The Embrill Academy الموسم الرابع يعرض في 8 أغسطس على نتفليكس Emily in Paris الموسم الرابع يعرض في 15 أغسطس على نتفليكس بشينكو الموسم الثاني يعرض في 23 أغسطس على Apple TV Plus Only Murders in the Building الموسم الرابع يعرض في 27 أغسطس على هولو The Lord of the Rings The Rings of Power الموسم الثاني يعرض في 29 أغسطس على برايم باتمان كيب كريسيدر مسلسل الميشن من ثمن حلقات يعرض في 1 أغسطس على شركة برايم بلسك من بطولة كريستان ريتشي وجيني تونغ وديد ريتش بدر القصة الدور حول أفضل محقق في قصص المصورة وكيف بسبب مقتل والدي تحول الشاب الغني بروس وين إلى باتمان وكيف الجهات الرسمية تشوفها وش الخطط الإجرامية في مدينة غاثم اللي لازم يكشفها ويحبطها اللي شدني المسلسل شي بسيط جدا باتمان أفضل شخصية سوبر هيرو في تاريخ البشر وهذه حقيقة ما فيها نقاش أو حتى تفكير معلش آسف عشان كذا أي مسلسل يدور عن الشخصية هذا لازم يشاف بلا نقاش باد مونكي مسلسل دراما من عشر حلقات يعرض في 14 غسطس على شبكة نتفلكس من بطولة فينس فون وناتلي مارتينيز وإليكس موفات القصة الدور حول محقق كان شغار في شرطة ميامي وصير أحداثه يتم طرده ويضطر أن يشتغل مفتش مطاعم في منطقة فلوريدا كيز بعد كذا تصير قضية جديدة ممكن أن تخليه يرجع للشرطة إذا تمكن من تجاوز مجموعة من الشخصيات المعقدة القصة ممكن تكون ممتعة والتمثيل حسب مثلين حيكون مستوى عالي معني أنا شخصيا ما أحب فينس فون بس يمكن أن يشوف خالشوف كيف أداء يكون مسلسات المهمة لتنزلها الزاء جديدة في شهر سبتمبر هي سلو هورسز الموسم الرابع واحد سبتمبر تولسا كينك الموسم الثاني خمسة عشر سبتمبر دارلي ديكسون الموسم الثاني في تسعة وعشرين سبتمبر هاي بوتنشن مسلسل من ثمن حلقات يعرض في واحد سبتمبر على شرابكة اي بي سي من بوتنة كايتلين أولسن ودانيال سونقاتا القصة الدور حول أم عزباء ذات عقل استثنائي تشتغر في طاقم التنظيف الليلي في مبنى الشرط عندها موهبه غير تغريدية في حل الجرائب وهذه خليها تتعاون مع محقق من نوع الملتزم بالقوانين وجراءات قصة مكررة كثير في المسلسلات من نفس الطابع ان في رجل خارج قوة الشرطة يساعد محاق لقيقة في الشرطة مثل بونز ذا منتلست وكاستل بس الشيء المختلف هنا ان اللي يساعد شرطة هو امرأة واللي يحتاج مساعدة هو محق حسب العرض الدعائي التضارب بين شخصية مع شخصية الضاب حيكون يعني يمكن جميل جدا في المسلسل هذا ناكلز مسلسل الانميشن من ثمان حلقات يعرض في عشرة سبتمبر على شركة بانرمونت بلس من بطولة ادريس ألبا وادم بيلي قصة دور حول شخصية ناكلز من عالم سونيك وصير احداث بعد الافلام ان نزلت وكيف وصير الوضع لما دور مغامرة عنه لما انتنتي حداث الافلام مستوى الافلام كان جميل جدا واتوقع مسلسل بيكون نفس المستوى خصوصا ان فيه ممثلين ممتازين مثل ادريس ألبا اغاثا اولا لونج مسلسل اكشن مغامرات من تسع علاقات يعرض فيه 18 سبتمبر على شبكة ديزني بس من بطولة كاثرين هان جو لوكي وباتي لوبرون القصة دور بعد حداث واندا فيجن لما تبدأ اغاثا هاركنسون بانها تجمع حلفاء لها عشان تستعيد سلطتها اللي اول اللي شدد ان الشخصية كانت جدا ممتعة في المسلسل السابق ويمكن يستمر مستوى المسلسل هذا ويكون جدا ممتع الله يستر لا يفشلوني مثل مسلسل دا اكولايت دا بينقوين مسلسل اكشن مغامرة من ثمان حلقات ويعرض على شبكة ماكس اللي الى الان ما حددت موعد عرضه المسلسل من بطولة كولن فارل وكريستين مولتي القصة الدور بعد احداث الفيلم باتمان شخصية اوزولد كوبالت اللي هو مشهور باسم البطريق يبدأ مخطط عشان يسيطر على العالم جريمة في غوثم خصوصا بعد احداث الفيلم الشخصية كانت افضل شخصية في الفيلم بالنسبة لي واداء كولن فارل ممتاز ومتحمس اشوف الكثير من الشخصية هذه كانت اهم المسلسلات اللي اتحمس لها في الربع الثالث من عام 2024 وش رايكم بالقائمة وش المسلسلات اللي متحمسين لها انتم اكتبوها في التعليقات واكتبوا كمان اقتراحاتكم على الفيديوهات القادمة واذا عجبكم فيديو لا تنسون الاشتراك وكمان شير واللايك واذا ودكم جرعة ضافية لا يفوتكم زرون قناة بودكاست كشكرون السلسلات مع السلامة